الأعمال النهائية لأول رصيف في ميناء الفاو الكبير الذي يبلغ طوله 350 مترا شارفت على الانتهاء بذلك أصبح الحلم حقيقة وبات بالإمكان رسوب آخر الجيل الخامس العملاقة والتي من ضمنها كبرى حاملات الطائرات على ضفاف الموانئ العراقية لأول مرة اليوم نحن متواجدين على رصيف رقم واحد إن شاء الله سوف تستكمل السطحة والواجئة البحرية عند نهاية هذا الشهر وبالتالي يتم إنجاز السطحة لرصيف رقم واحد الأعمال متقدمة الأعمال في تسارع نسبة الإنجاز جاوزت 76% بل جاوزت حتى 77% بالنسبة للأرصفة وجاوزت 60% لساحة الحاويات العمل سوف لن يتوقف إلى أن نبدأ بعملية الإرساء التجريبي لرصيف رقم واحد والذي سوف نعلن عنها قريبا جدا إن شاء الله ومع ازدياد مراحل الإنجاز بالأرصفة الخمسة لنسبة بلغت 76% يجري العمل بذات الوتيرة في الأعمال الأخرى في ساحة الحاويات والطريق الرابط بين الفاو وأمقصر عبر النفق المغمور شروعا بانطلاق طريق التنمية نطالب الشركة العامة لموانئ العراق وكذلك شركة دايو الكورية المنفذة لهذا المشروع بضرورة الإسراع وبذل المزيد من الجهود من أجل إنجاز هذا المشروع بالسرعة القصوى سيما وأننا نعمل بالتوازي على تنفيذ مشروع طريق التنمية والذي يعتبر هو مكمل لمشروع ميناء الفاو الكبير ومع تقدم نسب الإنجاز أشارت الحكومة المحلية في البصرة إلى أن الشروع بالعمل في ميناء الفاو الكبير سيجعل المكان منطقة حرة فضلا عن التوجه لجعلها منطقة صناعية وتجارية قبل أشهر ما كان ممكن أن نقف على هذا الرصيف اليوم تشوف إحنا واقفين على هذا الرصيف والجوان وبنسب إنجاز عالية مثل ما وضحنا المدير عام الشركة العام المواني ومع الوزير أعلى ومع بلوغ المراحل الأخيرة للأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير سيحقق العراق قفزة في استقطاب التجارة العالمية وخصوصا البنى التحتية التي تستقبل البواخر العملاقة وطريق التنمية الذي يربط الشرق بالغرب خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة ترجمة نانسي قنقر